وننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل حيث أكد مراسل القاهرة الإخبارية وورد أنباء عن وصول الدفع الأولى من الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة ونعيد على حضراتكم هذا الخبر العاجل حيث أكد مراسل القاهرة الإخبارية ووردت أنباء عن وصول الدفع الأولى من الجنود المصريين المحتجزين في السودان إلى القاهرة اشتركوا في القناة